قرر مجلس الوزراء إعفاء الطلبة من أبناء العاملين في الجامعات الأردنية الذين استفادوا من قرار التخفيض على الرسوم الجامعية بواقع 50% والذي اتخذه مجلس التعليم العالي في عام 2002 وقررت الحكومة إعفاء الطلبة من دفع أي فروقات في الرسوم الجامعية ترتبت عليهم كون الطلبة ليسوا سببا في هذه الإعفاءات ولا يجب تحميلهم مسؤوليتها اعتبارا من صدور هذا القرار وحتى نهاية العام الجامعي 2017-2018 حيث تبين أنه لم يكن صاحب العلاقة باتخاذ القرار والذي كان من صلاحية مجالس الأمناء